لسان حال البلاد ونبض العباد نجسه اليوم في جولتنا عبر أروقة الصحافة الوطنية لتعنوين الشروق في صفحتها الأولى بعبارة لا صوت فوق صوت الشعب فيما وصفت جريدة النصر الاقتراع الجديد أمس بتشريعيات في أجواء عادية التشريعية هي اللبنة الثانية في مسار التغيير وبناء جزائر جديدة ديمقراطية هكذا آثرت جريدة الأمة التعبير عن الحدث فيما تناولته جريدة لوريزون بكثير من التفاؤل تحت عنوان تفاؤل تناولته جريدة المجاهد في عنوانها العريض وثمنته جريدة الشعب تحت عنوان الجزائريون يقولون كلمتهم أخبار اليوم سلطت أضواءها على رغبة الشعب تحت عنوان الشعب يقول كلمته والنتائج تعرف اليوم اتجاه وفقتها عليه جريدة الأجواء التي عنوانت الشعب يختار نواب البرلمان فيما ارتأت جريدة المساء التعبير عن الحدث بالتغيير يقبر التزوير خطوة أخرى على طريق الجزائر الجديدة فيما تساءلت الأيام كيف سيكون شكل البرلمان القادم وردت اليوم نحن في الطريق صحيح اتجاهات متفائلة في مجملها لصحف اليوم تخط تفاصيل أخبارها أحداث الغد الجديد ترجمة نانسي قنقر